اشتركوا في القناة زي التنفذ، زي الهضم، زي الإحساس، الإخراج، كل دي عمليات حيوية ونلاقيها مرتبطة بحياته. جميل، طب ماذا عن التكاثر؟ التكاثر مرتبط أكتر باستمرار النوع وحمايته من الانكراد، ولكنها عملية غير ضرورية لاستمرار حياة هذا الكائن في شخصه. تعالوا نتعرف أكتر عن التكاثر مع بعض. تالي نقدر نعرف عملية التكاثر أنها عملية حيوية تهدف إلى ضمان بقاء واستمرار أنواع الكائنية الحية بإنتاج أفراد جديدة من نفس النوع لحمايتها من الانكراد. هنبتدي مع بعض نتعرف على التكاثر في النبات. هنجد أن التكاثر في النبات بينقسم إلى نوعين التكاثر الجنسي الذهري عن طريق أعضاء التكاثر المؤنثة والمذكرة بالأظهار والتكاثر اللاجنسي أو الخضاري وعن طريق أجزاء من النباتات الخضارية المختلفة عدى الأظهار. هنبتدي مع بعض النهاردة في التكاثر الجنسي الذهري. تعتبر الظهرة عضو التكاثر الجنسي في النباتات الذهرية. إيه هي الظهرة؟ ببساطة هي صاق قصيرة تحورت بعض أوراقها لتكوين أعضاء التكاثر التي تقوم بتكوين البذور داخل الثمار. خلينا متفقين لما نقول كلمة تكاثر جنسي ذهننا هيروح إن فيه جنس فيه نوع وبالتالي أنا عندي النوع المذكر ومؤنس وبالتالي هيكون فيه عضو تكاثر مذكر وعضو تكاثر مؤنس وبالتالي مشيج ذكري ومشيج أنثوي. تعالوا نتعرف على الأجزاء دي كلها خلال الجزء اللي جاي. منشأ الظهرة تنشأ الظهرة من برعم يعرف بالبرعم الزهري يخرج عادة من إبت ورقة تعرف بالكنابة تقول إيه طب الكنابة؟ ببساطة دي عبارة ورقة نباتية خضراء يخرج من إبتها البرعم الزهري الذي تنشأ منه الظهرة. إيه اللي اتكلمنا عنه دلوقتي ده منشأ الظهرة بينشأ منين بالضبط خلال النبات. ماذا عن النورة؟ النورة عبارة عن مجموعة الأظهار التي يحملها المخور. جميل، يبقى المحور ده قد يحمل مجموعة كبيرة من الأظهار وبالتالي في الحالة دي بنسميه نورة. دلوقتي هنتنقل لجزء جميل وإن إحنا هنتعرف على تركيب الظهرة. وأنا عنصحك تمسك الظهرة معي وتبتدي تمشي معي جزء جزء وتتعرف على مكونات الظهرة. أول مكون هنبتدي من أسفل كده هو التخت. إيه التخت؟ هو عبارة عن جزء منتفخ في نهاية عنق الظهرة تترتب عليه المخيطات الظهرية. التويج، الطلع، المتاع. هل بتتواجد كل المخيطات الظهرية أو الأربع مخيطات الظهرية في جميع أنواع الأظهار؟ ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي مع بعض عندما ندرس كل مخيط ذهري. أول مخيط ذهري هنبتدي نتكلم عنه وهو الكأس وده المخيط الأول أو الخارجي من الأوراق الظهرية. التركيب بتاعه عبارة عن أوراق خضراء اللون تسمى سبلات تخيط بالظهرة من الخارج. ببساطة هو عبارة عن أوراقات صغيرة كده. الأوراق دي عبارة عن إيه؟ لونها إيه؟ لونها أغضر. فدايما لما بتنسك الظهرة بيبقى فيه ورق لونه أغضر. إيه ده؟ ده هو ده الكأس جميل. دي بتكون المخيط الظهري اللي اسمه الكأس. دايما هو ده مخيط ذهري خارجي. خلاص. وبيخيط بباقي المخيطات. وزي ما انتم شايفينها قبل ما تتفتح أو قبل تفتحها. وبالتالي نقدر نستنتج وظيفة الكأس بسهولة جدا. هنقول إنه عبارة عن حماية الأجزاء الداخلية للظهرة وخاصة قبل تفتحها. هنتنيل الجزئية كمان اللي هو المخيط الظهري الثاني وهو أتويج. هو المخيط الثاني فعلا الذي يلي الكأس. ونلاقي إنه يتركب من إيه بقى الأوراق بتاعته؟ أوراق زاهية الألوان تسمى بتالات. وتتميز غالبا برائحة زكية. طبعا هتفتكروا معايا إنه قلنا إن الأوراق الخضراء اللي مكونة للمخيط الظهري الكأس اسمها سبلات. لكن هنا الأوراق الملونة المكونة لمخيط الظهري الثاني اللي هو التويج بتسمى بتالات. جميل. وبتتميز برائحة زكية زي ما احنا قلنا. ويا ترى إيه الوظيفة؟ بالضبط هتبقى جذب الحشرات التي تلعب دورا هاما في عملية التقاث. ودي طبعا أكيد جزئية هنوصل لها إن شاء الله مع بعض. طب بتجذب الحشرات ازاي؟ أكيد بألوان أوراق الظاهية ورائحة هذا المخيط الظهري الزكي. ايه كمان؟ حماية أعضاء التقاثر. ليه حماية أعضاء التقاثر؟ لأن المخيطات الظهرية اللي جاية هتبقى هي بالنسبة للزهرة هي أعضاء التقاثر. المخيط الظهري الثالث هو الطلع الذي يلي التويك وتركيبه أوراق تسمى أسدية. كل السداء بتتكون من خيط رفيح ينتهي طرفه بانتفاخ يعرف بالموتوك. ويتكون الموتوك من فصين بكل منهما حجرتين تحتويان بداخلهم على حبوب اللقاح. الوظيفة بالتأكيد هتكون إنتاج حبوب اللقاح. وده المخيط الظهري الثالث. ماذا عن المخيط الظهري الرابع؟ بيسمى المتاع. الترتيب هو المخيط الرابع أو الداخلي من الأوراق الظهرية. التركيب أوراق تسمى كرابل. كل كربلة عبارة عن إمبوبة مجوفة تشبه القرورة. تتكون الكربلة من ثلاث أجزاء. انتفاخ يسمى المبيض يحتوي على البوايدات. يتصل بأنبوب يسمى القلم. له فوها تسمى الميسل. الوظيفة إنتاج البوايدات. يبقى كده عرفنا إن فيه أسدية وفيه كرابل. أسدية تخص الطلع وكرابل تخص المتاع. فكر معي. لو سألنا سؤال علل أطلع هو عضو التذكير في الظهرة. لأنه يقوم بإنتاج خبوب اللقاح. المتاع هو عضو التأديس في الظهرة. لأنه يقوم بإنتاج البوايدات. أنا من شوية كنت لسا بقول لكم إن طالما بنقول تقاثر جنسي. يبقى بيعتمد على إن فيه يكون اختلاف في الجنس ذكري وأنثوي. وبالتالي في عضو ذكري أكيد كده اكتشفته معي هيكون الطلع. يبقى العضو الذكري في النبات هو الطلع. والعضو الأنثوي في النبات هو المتاع. جميل. ولقينا إن المشيج المذكر هيكون في النبات. النباتات الزهرية هيكون حبوب اللقاح. المشيج المؤنث في النباتات الزهرية هيكون البوايدات. الظهرة النموذجية عبارة عن إيه؟ تعتبر الظهرة النموذجية إذا احتوت على المحيطات الزهرية الأربعة. احنا كنا لسه بنسأل سؤال وبنقول هل كل الاظهار تحتوي على الاربع مخيطات هنا بيجاوب لي بيقول لي ايوة انا ممكن يبقى عندي ظهرة نموذجية تحتوي على المخيطات الاربع وبالتالي نقدر نعرف الظهرة النموذجية انها هي الظهرة التي يترتب اوراقها الظهرية في اربعة مخيطات زهرية تفتكروا ايه السبب لو سألنا وقلنا علل ظهرة الورد البلدي ظهرة نموذجية اكيد هتتوقع تقول لي اكيد الاحتوائها على المخيطات الظهرية الاربع خلينا متفقين ان بتختلف الاظهار عن بعضها يعني من حيث الفصال والالتحام في استبلات والبتلات كما في اظهار نبات المنصور ونبات البيتونية تعالوا نعمل مقارنة سريعة ما بين ظهرة نبات المنصور وظهرة نبات البيتونية ظهرة نبات المنصور هنلاقي ان السبالات عبارة عن اربع سبالات منفصلة اخدين بالكم الانفصال واضح جدا بين السبالات ماذا عن البتلات اربع بتلات ايضا منفصلة جميل طيب ماذا عن ظهرة البيتونية هنلاقي ان واضح فيها خمس سبالات ملتحمة وخمس بتلات ايضا ملتحمة كنا لسا نتساءل من شوية هل كل الازهار لما نيجي نفحصها نلاقيها ظهرة نموذجية تحتوي على الاربع محتوات الزهرية هنلاقي لا هنلاقي ان في ازهار يمكن ان نجد الاربع محتوات الزهرية فيها وفيها اطلع وفيها المتاع مع بعض في الحالة دي بنسميها ظهرة صناعية الجنس ومنسميها خنفة وايضا يمكن ان نجد ظهرة احدية الجنس يعني يا اما نجد فيها الطلع او المتاع تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض وخلال الصور هتوضح لنا اكتر يختلف جنس الزهرة تمعا لما تحمله من اعضاء التسكير او التأنيس او كلاهما معا فقد تكون ظهرة صناعية الجنس او خنصة اللي هي الزهرة التي تحمل اعضاء التسكير واعضاء التأنيس معا زي ما انتو شايفين قدامكو على الشاشة هنلاقي ان الزهرة دي لما نيجي نعد المحيطات الزهرية هنلاقي ان فيها الكأس والتويج ونلاقي فيها الطلع والمتاع واضح جدا ماذا عن الزهرة وحيدة الجنس انا ان الزهرة بتحمل اعضاء التسكير فقط او اعضاء التأنيس فقط فنيجي نعد المحيطات الزهرية نلاقيها ثلاثة بس لانها بتحتوي على المحيط الزهري اللي هو الكأس والتويج واما الطلع او المتاع ماذا عن الرمز لكل زهرة من الانواع اللي احنا ذكرناها نلاقي ان الرمز الزهرة الخنصة زي ما انتو شايفين قدامكو رمز الزهرة المؤنسة زي ما انتو شايفين ورمز الزهرة المذكرة زي ما هو واضح قدامكو عدد المحيطات الزهرية زي ما اتفقين مع بعض واضح في جدوة المقارنة اربع محيطات في حالة الخنصة وتلاث محيطات في كل من وحيدة الجنس اللي هو المذكرة او المؤنسة لو حبينا اتعرف على امثلة لكل نوع من انواع الازهار اللي احنا ذكرناها هنلاقي ان الزهرة الخنصة هنلاقي انها بتدوجد في معظم النباتات زي نبات التيوليب البتونيا الورد البلدي المنثور البسلة القطن عباد الشمس وايضا الكتين اما الازهار بعض النباتات اللي هي وحيدة الجنس زي النخيل والذرة والقرع وبالتالي لو سألنا سؤال تعتبر زهرة نباتة تيوليب ظهرة خنصة ببساطة لاحتوائها على اعضاء التسكير اللي هي تطلعوا اعضاء التأنيس اللي هي المتاع معن تعالوا ناخد مع بعض تطبيق حياتي اللي هي تكفيف الزهور هنجم مع بعضها من الزهور ونزل الاوراق السفلية من عنق كل زهرة ثم نربط الزهور من اعناقها على هيئة حزم ونعلقها في وضع مقلوب في غرفة مظلمة جايدة التهوية لمدة اسبوع ببساطة بعدها تلاقي اظهار الوانها جميلة ومجففة وتعيش وقت كبير ودلوقتي جيم معادنا مع فقرة اكت فهمك قدامنا ثلاثة اشكال الف وبه وجيم عايزين نتعرف على نوع كل زهرة طبعا هتسبقوني تقولولي ان رقم الف دي زهرة خنصة جميل ورقم اثنين زهرة مؤنسة ورقم ثلاثة زهرة مذكرة ايوم يحتوي على الطلع فقط رقم جيم تحتوي على اعضاء التسكير اللي هي تطلع فقط ايوم يحتوي على المتاع فقط رقم ب تحتوي على اعضاء التأنيس اللي هي المتاع فقط جميل السؤال التاني اكمل ما يلي رقم واحد تنشأ الظهرة من برعم يسمى برعم الزهري يخرج عادة من قبة ورقة تسمى الكنابة اثنين الكأس عبارة عن اوراق ذهرية لونها اخضر تسمى سبلات تتكون الكربالة من انتفاخ يسمى المبيض يتصل بانبوب يسمى القلم له فوهة تسمى الميسم نقطة اللي بعدها الظهرة المؤنثة تحتوي على نقط مخيطات ذهرية ثلاث مخيطات ذهرية وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم اتمنى تكونوا استفدتم شكرا جدا لحزن المتابعاتكم كان معكم نرمين نادي استشاري تنمية مهنية مستمرة بالوزارة اشتركوا في القناة